يشارك المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة تركيا ربعية التي ستنطلق في الثاني من تشرين الأول المقبل إلى جانب كل من تونس والمنتخبين الأول والرديف لتركيا ووجه جهازه ألفني للمنتخب الدعوة لعشرين لاعب للمشاركة بالتدريبات التي ستنطلق اليوم في صالة نادي الجيش في العاصمة بغداد يذكر أن آخر مشاركة خارجية للمنتخب كانت في الدورة العربية في جزائر ونال فيها المركز الرابع شكرا